بتقولي يا دكتورة أعمل واجبات البيت ولا رتب البيت ولا أعمل الأكل ولا تابع العيال ولا وديهم المدرسة ولا أذاكر لهم مذاكرتهم وارجع أعمل الغداء بتاع البيت وارجع تاني أوديهم الأنشطة وارجع أعمل الأنشطة ولا شوف زوجي ولا الاجتماعيات ولا الأهل ولا نفسي ولا حفظ القرآن ولا أشرب القهوة بتاعتي ولا سيب البيت وهج أعمل إيه في كل الكلام ده تابعوا معانا خمس خطوات سهلة وبسيطة جدا يلا بينا هي صحيح الزوجة عايزة ميت إيد عشان تنجز المهام هو صحيح انت محتاج جنب إيدك عشرة واثنين وتلاتة وفوق الوقت مية واثنين علشان تقعرف تنجزي الأمر ده محتاج منك شوية تثبيتات في خمس خطوات سهلة وبسيطة النار ده نقولهم مع بعض وراء وقلم زي ما احنا عارفين بقى واكتبوا وراي أول حاجة ودي اللي يميزنا عن الآخرين إزاي انك تنجزي المهام دي كلها أولا نستعيني بالله أصل استعانة دي عبادة منسية احنا محتاجين نستعيني أعمل إيه أكيد الرسول عليه الصلاة قيل لنا حال إذا قويتما إلى فراشكم أعمل إيه فسبحة سلاسة وثلاثين وحمدها سلاسة وثلاثين وكبرا أربعة وثلاثين أما أعمل الأمر ده فهو خير لكم حتى تفسير كان يقول لك إيه يقول لك التفسير أنت تعاند بملاقيك الله أعلم طب يبقى عندي همة الله أعلم إحنا ليه نحصي يعاند بملاقيك ويبقى عندي همة ويبقى عندي عزيم ده رقم واحد سهلة وبسيطة هوا إنتي وزوجك سبحة حمدة كبرا الخطوة رقم اثنين السهلة والبسيطة جدا آه حاجة اسمها إيه إدارة الوقت مش تنظيم الوقت تنظيم الوقت بعمل كذا الساعة كذا أما قدرته ده أنا بعمل دابل تايم وبعمل تريبل تايم فحاجة واحدة بعمل إيه أنا بسمع مثلا محاضرة مثلا للشيخ السعدي بعمل محاضرة علمية بسمع درس مثلا في اللغة وأنا بعمل في المبه ومع حد ده الوقت من تسعة لتسعة ونص هي المهمة طيب بقى التسعة ونص وخمسة حلو مش وحش ده إنجاز مش أحسن ما تضيعي ساعة وساعتين يبقى الأولاد لا حولة ولا أخوة إلا بالله وبقعد فيها تلت ساعة بالوقت وبحدد آه ده أنا عندي كده ساعتين أعرف أنجز فيهم مهام شخصية آه يبقى تاني نقطة قدرت لإيه الوقت تالت نقطة مهمة جدا وإحنا فقدينها كنساء وسمعوا معايا النصيحة دي إنك أنت تعملي حاجة اسمها فقه الأولويات يعني إيه فقه الأولويات الأولى فالأولى وتعلمي تقولي كلمة لأ أولى فأولى فأولى وقولي كلمة لأ للحاجة اللي مش مهمة إيه الهم والعاجل إيه الهم وما يفعش يتأجل هو ده ورتبهم طب النهاردة لا السبت كذا طب أنا عندي لحد أجازة طب يوم لتنين وتكتيبي الكلام ده رابع نقطة سهلة والبسيطة جدا 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 للتفويض ينوبك سواب مش هتعملي الميت إيد لكن أنا عندي إيدين مساعدة في قلب البيت ابنك حبيبي الله يبرك لك يا رب يلا معاك ملو الأزايز زوجك الله يبرك لك العيش والزبادي بقى عشان إيه ده سمت ما تنسوش بفوض المهام اللي ينفع غيرك يعمله تكسب غيرك حسن الإدارة تكسب الأولاد مهارات اجتماعية تكسب الأولاد كمان يعرفوا يتصرفوا في الحياة آخر نقطة سهلة والتحفة جدا 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 واحدة الراحة واحدة الراحة كتير جدا من النساء ما يعرفوش عنها حاجة واحدة الراحة يعني إيه يعني الاسبرسو بتاعك قاعدة عاملة دماغ جميلة مسكافيه بتاعك الاسبرسو قاعدة لازم وقت لك في اليوم مع نفسك في ناس سمعوني بتاخدوا الوقت بتاع المنجال اللي عز وجل وفي ناس بتاخدوا راكعتين القيام وفي ناس بتاخدوا الوقت ده اللي خاص فقط مثلا سجدة أو ذكر أو ورد أو خبيئة بينها وبين رب بينه وفي ناس بتاخدوا كده في اللا شيء خذي بقية حاجة اللا شيء بس هتنجزي جاءت أم مرة تقول لي طيب يا دكتورة هيا القرق أقفل عليهم أقفل عليهم واعود أشرب أكل الحاجة وأكل شوكولاتة وهم بعيد أكل الشبس بتاعهم بص يا بنت انت قادرة بأمورك لو مسيت بالخطوات دي حققت إنجاز 80% 70% انت كسبانة مش بضل ما يدع منك الخمس والست ساعات عرفتك ان انت محتاجة إيه عشان ما يبقاش عندك المت إيد والمتين إيد شوية الترتيب بالخمسة دول تابعوني في جواليس هنستفق كتير ترجمة نانسي قنقر